عبر الهاتف مباشرة دكتور علي جمعة مفتي أديار المصرية السابق فضلت الشيخ أهلا بك ويعني حمد الله على السلام أهلا بك يعني نريد أن تطمئن بنفسك على حالتك وما تقوله في أقاب هذه المحاولة الفاشلة محاولة فاشلة من ناس خيبين عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربنا نجانا منهم وهؤلاء طبعا نريدون إفتاد الصرحة على الشعب المصري بكرة قناة السويس وبكرة احتفال قناة السويس أنبارح كان فيه مقتل خارجي اسمه أبو دعاء في العريش ومع مجموعة وأنا أبو دعاء ما راحوا يبحثوا كده فلا هو أبو دعاء عايزين يخلوا أبو دعاء فأبو دعاء ما ينفعش دون مفسدون في الأرض لكن احنا بندعو الناس إلى الصلاح وبندعو الناس إلى المحجة الضيضاء التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبندعو الناس إلى أن احنا نعبد الله سبحانه وتعالى ونعمل الأرض فهؤلاء اصطدموا بحقة الاختدر وهذه الجماعة الإرهابية فاشلة 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 بكل المعاني واقعيا وسياسيا وفي المستخدر وهذه هي ما نسميه بنهاية النهاية نعم يعني ترى فضلتك يعني فضلت الشيخ أنه محاولة لاغتيال الفاشلة هذه هي تعبير عن ضعف هذه الجماعات وبالتالي لجوءهم إلى العنف بهذه الطريقة باستهداف رموز الدينية في هذه المرحلة حركة مزبوح لما بندح الدجاجة فبتفرفص كده فأيها ده حركة مزبوح هذه رسالة مني إليهم أنكم في النزع الأخير وحسبون الله ونعم الوكيل وسيهزم الجماعة ويولون الدبع نعم علمنا فضلت الشيخ أنه المصلين الذين تواجدوا في المسجد واستمعوا إلى خطبة الجمعة من فضلتك حرسوا على التجمع أمام منزلك للاطمئنان عليك هذه الحالة من الإصرار لديك التي جعلتك تحرص على إلقاء خطبة الجمعة بعد محاولة الغتيال الفاشلة هذه ما الذي لمست من جموع المصلين الذين تواجدوا وحضروا معك؟ هذا الموقف الصعب الحمد لله إحنا صلنا الجمعة والمصلين تبتوا وكبروا وإلجاجوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يكفينا ويكفي مصر ويكفي الشعب المصري المجاهد المكافح شر هؤلاء وأن الله سبحانه وتعالى يتولاهم من هند وكما يقول يعلم الذين ظلموا أي من قلب ينحنه فضلت الشيخ يعني نحن نتحدث عن جماعات تستغل الإسلام وتستغل راياته بأنها تحارب من أجلي لجوء لجرائم القتل مع ما نعلمه جميعا يعني أن هذه الجريمة هي محرمة تماما عند الله هذا يقودنا إلى فكر تجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف الذي يصل إلى عقول الشباب الآن ويقوم بغسلها بهذه الطريقة كل هذا سيتغير وكل هذا سيزول والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم على اهتمامكم وشكرا لكم على هذه المداخلة السلام عليكم عليكم السلام يعني اطمئنا عليك لا نريد أن ندخل عليك طبعا دكتور علي جمعة مفتي ديار المصرية السابق السلام عليكم